موسيقى وأن الدفاع فور انتصابه في أي ملف كان سواء كان ملف أي محفوظ أو غيره من الملفات وطنية أو ملفات عادية ملفات مجتمعية ملفات من جميع المستويات كيفما كانت قيمتها موضوعها أنه يعمل جاهدا إلى بدل العناية التي فرضها عليها القانون والعناية التي فرضها عليها قسم رسالة الدفاع أنه اتقلتم بجميع الملتمثات جميع الطلبات جميع الدفاع التي تروم تحقيق حماية مصلحة موكلهم ومن هذا المنطلق أننا فور انتصابنا بشكل قانوني تقدمنا أمام هيئة القضائية المشكلة بتاريخ 16-1-2020 بطلب عارض يرمي إلى تمتيع المؤذر دينا الشاب المحفوظ بالصلاحي المؤقت وجب الله تسير هيئة المشكلة بذات التاريخ هيئة متكونة من رؤساء ومجتشارين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة المهنية المتطلبين ونفس الكفاءة ونفس المهنية تطلب في المتوفرة والحمد لله في جميع هيئات المغربة ومنها هيئة المشكلة بتاريخ 20-1-2020 ونظر في ميرفى المؤكد للناس أيوب محفوظ من ناحية الموضوع والشيء سنبرزه في إيبانيه إن شاء الله إذن كمثال في الدكرة تقدمنا بملتمس عارض يرمي إلى تمتيع الشاب أيوب محفوظ بملتمس عارض يتمتيعه بصراح المؤقت تم استجابة الملتماث لأسناه بناءًا على الظروف الاجتماعية للشاب بدينا وبناءًا على الظروف والضمانات التي توفر عليها كتلميذ كشاب إلى غيرها من الضمانات التي وردناها بتفصيلين في الطلب الذي تقدمنا به هذا باب المحكمة المقارنة هنا الذي أريد أن نشر له هو أن تفاعل والاستجابة المحكمة للسينة بإمكانها للطلب العارض الذي تقدمنا به لا يوجد أن القضاء تعمل بواحد نوع تمييزي ونوع استثنائي مع قدية الشاب أيوب محفوظ لأن ملفات كثيرة معروضة على القضاء الوطني المغربي في جميع ربع المملكة منها الدائرة السينة فيها بإمكانها ومنها ملفات التي تولينا المؤذرة والانتصاب فيها في المكتب التي تقدمها منتماسات عارضة تمتيع الصلاح المؤقت وكثيراً لا يستجيب الهيئات الخضائية المعروض عليها الدفاع المعروض عليها الطلب لمنتماسات الدفاع إذن الذي أريد أن نأكد عليه هو أن تمتيع الشاب أيوب محفوظ بالصلاح المؤقت كان مبني على أسس المحكمة جاءت الظروف الاجتماعية واستجبت لنا المنتماس مشكورة في أفقهم ونقشت الميلف من ناحية الموضعية أمام الهيئة المختصة بذلك هذا هو اللي يمكن أن نفيدكم به بخصوص قضية تب الأيوب لأنه من ناحية الموضعية الميلف لا زال معروضاً على هيئة المحكمات الاستيناف ميلف ما زال مصدر في حكم بات في الموضوع لأن الحكم ديال ثلاث سنوات هو حكم ابتدائي وكتعرفوا بأن مبادئ اللي يستقرع لتنظيم القضاء المغربي هو التقادي على درجتين وأن الميلف في حكمات الاستيناف مفتوحة على جميع الاحتمالات نتمنى وحنا من جهتنا كدفاء سنبدلو قصارى جهدنا سنقدموه بالطلبات ملتماسات أثناء بحث القادية ومناقشتها أمام حكمات الاستيناف لا سنقدر أن نقول لك مبالغ فيها أو لا شيء مبالغ فيها أنا بالنسبة لي سنبدلو فيها مجهود هي قادية وطنية كما سلاف الدكر موسيقى